بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي مجموعة تعليقات على اللي صار اليوم في البرلمان حضور العبادي والوزراء بعض الوزراء ومحافظ البصرة لمناقش القضية البصرة بعد الدعوة اللي وجهه السيد مقتد الصدر للبرلمان للانعقاد ومناقشة هذه القضية المهمة اليوم أبدي بمحافظ البصرة الذي قدمت في وسائل وسائل التواصل الاجتماع على أساس أنه بطل لأنه وقف وجه العبادي وكشف الحقاب هذا المحافظ أصلا كان مدير مكتب المؤتمر الوطني أحمد الشلبي ولاحقا انضم إلى تيار الحكمة وصار محافظ البصرة خلفا للمحافظ الهارب ماجد النصراوي الاثنين مرشحين من تيار الحكمة أسعد العيداني ترك تيار الحكمة وراح مع اتلاف النصر بالانتخابات الماضية اليوم شي يقول يقول رئيس الوزراء والحكومة وقصرين دليل التقصير ماكو فلوس الميزانية ما لتنا ما عرف شنو مطلوبين هذا الشخص قبل ثلاثة شهر دخل باعتلاف مع العبادي اعتلاف النصر وترشح عن البصرة وفاز فهذا الشخص ما اكتشف العبادي سيء إلا بعد المظاهرات تخيلوا محافظ دخل مع شخص يتهم اليوم بأنه مقصر ويتجادل وياه علنا أمام الناس طبعا هو ترك اعتلاف النصر هذا الشخص متعود على الانتقالات وين يشوف اكو مصلح يروح لها فهذا ما اكتشف العبادي من دخل باعتلاف انه شخص فاسد غير كفو أقل واحد يمتلك درجة واحد بالمية من الذكاء يعرف العبادي غير مؤهل لإدارة ملف رئاس الوزراء بالعراق لكنه التوافق السياسي جابنا والفساد فهذا الشخص ما يدري ومحافظ واذا لاحظت قال قضية قال نواب المحافظ نائبي المحافظ منصب محافظ البصرة المن للحكمة فمن تغير ماجد النصراوي جابه فقط المحافظ غيروا يعني ما غيروا التشكيلة المحيطة بالنواب المحافظ رئيس كل الأمور بقى على ما هي عليه فإذا العيداني أيها الإخوة سارق فاسد كبير حال حال الآخرين ودليل فساد انه دخل مع فاسد كبير اللي هو العبادي ورشح من قبل فاسدين كبار اللي هم تيار الحكمة وخلف فاسدا كبيرا اللي هو ماجد النصراوي دون أن يقوم بأي شيء وإذا ترجعون للسجلات راح تلقون العيداني متأكد آني ما عندي كتاب رسمي بس متأكد العيداني الآن مقدم على قطعة أرض لأن المحافظ يستلم قطعة أرض في مكان مهم وأتحدى العيداني أن ما يكون سار على نهج القبل في السرقة والفساد إذن العيداني لا يغركم اليوم اللي سوا هذا المشهد المسرحي قضية ثانية اتلاف سائرون يطالب الحكومة بتقديم الاستقالة وهذا أمر غريب يا أخي يا أخي قبل شهر قبل شهر زعيم اتلاف زعيم التيار الصدر سيد مقتدى الصدر هو وبن أخوه سيد أحمد قعدوا مع العبادي في فندق بابل وشكلوا ما يعرف بالنواة استوكم عرفتوا العبادي فاسد غير مؤهل صدق والله تشاقون لو ضحكون أنتو ليش انتمو نفسكم اتلاف سائرون اللي قعدتوا مع الحكمة اللي عدتهم اثنين من المحافظين ماجد النصراوي وأسعب العيداني لو أنا متوهم مو كان عدكم 34 نائب بالبرلمان تشان شغلهم إذا ما يدرون الحكومة فاسدة ومشاريع البصرة معطلة ليش هي بس مشاريع البصرة معطلة أيها السائرون شوف الكارثة اللي احنا نعيشها في هذا البلد والضحك على ذقون الناس تيار الصدري أيها الإخوة في حكومة المالك الثانية كان يمتلك وزارة البلديات والأشغال العامة ووزارة الإعمار والإسكان ووزارة الموارد المائية اللي دورتين بحكومة المالك وبحكومة العبادي لحد النص ما لحكومة العبادي قدموا استقالاتهم ورشحهم ما يعرف بالتكنقراط ومن التكنقراط اللي يرشحهم آن نافع لوسي وزيرة البلديات والأشغال العامة والإسكان والإعمار لأن دمج وزارة الإسكان مع وزارة البلديات آن واحدة من الأسماء التي رشحتها اللجنة التي شكلها السيد مقتدى الصدر عقب المظاهرات اللي خرجت قبل ثلس سنوات فآن أيضا بتوصية من السيد مقتدى الصدر إجت يمعودين صارت وزيرة البلديات يمعودين ذول اللي قاعد اليوم يقدمون نفسهم مدافعين اليوم السيدة ماجد التميمي والأرقام اللي ذكرتها السيدة ماجد التميمي عضو في تلاف سائرون وأنا أعتقد أن هذه المرأة وهي تعمل بشكل جيد وهناك شهادة يجب أن تقال بحقها هذه المرأة يجب أن تكون قصارحة نواب سائرون الحاليين ونواب الإحرار السابقين بالمعلومات وإلا ماكو فائدة إذا أنت تحكين بالإعلام وما تقول لي الكتلتش إذن هاي 100% قال للكتلة و100% قال للسيد مقتدى الصدر لكن السيد مقتدى الصدر أصر على ترشيح السيد العبادي إلى اليوم اليوم قال والله نعود إلى قاعدة المرجعية اللي تقول المجرب لا يجرب تيار الحكمة هو شحة اللي طلع السيد معلة الناطق بإسم التيار قال نعتقد وأنا سمعته شخصيا أن المواصفات التي قالت هالمرجعية اللي قالت الريد رئيس وزراء حازم وقوي تنطبق على السيد العبادي لذا إحنا نرشح سيد العبادي اليوم تيار الحكمة منزو عن الأضواء وما حد يحكي علي تيار الحكمة رشح اثنين من المحافظين واحد أبسد من الثاني النصراوي وأسعة العيداني أيها الأخوة تيار الحكمة بعد ما استقال وزراء باقر الزبيدي في وزارة النقل وعادل عبد المهدي في وزارة النفط قال رح رشح تكنقراط مستقل راح واتفق ويا كاظم الحمامي ويا وزير النفط الحالي اللي نسيت اسمه ومن طرح صلاح العرباوي رئيس مكتب الحكيم قال ذولا خبراء وذولا أوصلونا إلى هاوية سحيقة بعدين من اختلفوا مع الحكمة وراحوا ويا النصر لأن القضية تعلق بالفلوس اختلفوا مع الحكمة وراحوا ويا النصر قالوا شوفوا وزراءنا راحوا من عدنا احنا جد كتلة متفهمة بحيث الوزراء يتركونا ذولا يجب أن يعلقون بالمشانق كل اللي يحشوا اليوم وقدموا نفسهم على أساس وطنيين كاذبين مساهمين في أزمة البصرة وأزمة العراق ليش يا بس البصرة خربانة دي روح يشوف الديوانية روح يشوف السماوة روح يشوف الكوت شوفوا بابل شوفوا العمارة شوفوا النجف كربلة هو شنو الصحيح بالعراق وانتوا تقدمون نفسكم اليوم وأما مسرحية البصرة فأرجو من الأخوة ليه علقون عليها انتظروا وقت حتى تنكشف عدكم اللي صارت بالبصرة وأنا ما علقت لي أنا أفهم أن اللي إذا صار بالبصرة مسرحية كبيرة مسرحية كبيرة حرك فيها الجميع وفي النهاية راح تنكشف الأوراق بصرة الوحيد أنه المعاناة حقيقية والألم موجود وقسم كبير من الذين تظاهروا تظاهروا بألم وحرقة لكن للأسف الشديد احنا بلد يحرك الخارج وعي الناس ضعيف وهذا الوعي يخلى الناس تروح تنتخب هؤلاء وإذا استمر الوعي بهذا المستوى سنعيد انتخاب هؤلاء اليوم اللي صار أيها الأخوة أنه العباد انتهى ملفه والآن نقول أي واحد يجينا أحسن من العبادي وهذا أمر كاذب جدا هناك مسرحية لأربع سنوات قادمة أقول إلى الله المشتك بس فيما الله